ايزا ايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاول لاصحاب برج الميزان لشهر ديسمبر لعام 2020 برج الميزان احنا عندنا الاسبوع الاول هيكون فيه ايجابيات صراحة كتيرة ليه لان هيكون عندك فيه شيء مهم فيه عندك هيدية فيه عندك شيء قوي شيء مميز هيكون عندك كمان رجوع حق بشكل قوي رجوع حق بس حق معنوي مش حق مادي يعني مش فلوس او او حق ان كرمتك هترجع لك ان ليك حق انت قلت حاجة لها انها طلعت صحة هيكون عندك ان فيه حد بيعتذر لك عندك او عندك كمان اشخاص يمكن كانت اتكلمت في حقك او كان بيقولوا عليك كلام مش حلو وهيكون انه هم بيعتذروا او عايزين يقربوا ليك لكن من الناحية المادية هو من الناحية المادية انت عندك رجوع حق بس المشكلة في حاجة ان عندك اشخاص طمعانين في وضعك المادي او طمعانين في مبلغ معين ممكن يكون معاك في مجال العمل او ممكن يكون في امور العائلية يعني ممكن يكون انت مدي فلوس لحد او يعني المهم ان فيه الوضع المادي عندك فيه حد عايز ياخد منك فلوس فخلي بالك جدا من عمليات النصب او الاحتيال على ممتلكاتك عامة طيب برج الميزان عندك كمان على فكرة الوقت ده حلو جدا وقت الاسبوع الاول ان انت هتقدم على حاجة فيها حظة على وظيفة جديدة على موضوع جديد انك تبتكر شيء جديد انك تعمل حاجة مهمة فده هيكون عندك فيه حظ قوي طيب برج الميزان عندك كمان من الامور المهنية يعني تعالوا نتكلم على حتة حتة كده الوضع المهني انت عندك فيه علوة بشكل حلوة عندك تميز عندك قيمة عندك عندك شيء هتفتخر بيه جدا جدا هتحس ان انت بقيت عندك دبلوماسي اكتر وسياسي اكتر او ان انت قوي فيه طريقتك ويوي وده يساعدك كتير على تفوقك المهني بالفعل عندك اشخاص عايزين يتحدوك او عايزين ينفسوك بيوضعو لك خطة ان هم ينفسوك بيها خلي بالك عشان انت ما تفرق يعني خلي ده ما يفرقش معك تماما لان انت مهما كان قوي انت معلم عليهم فخلي بالك ان انت تساعدهم على ان هم يحطوك في نقطة التحدي او المنافسة ما تفكرش فيهم تجاهل هتكسب صدقوني هتتجاهلوا هتكسبوا ويكون عندنا خطوات ودفعات كتير جدا للامام وافضل من اي حد طيب ومع ان انت بتنجح في جو المنافسات وجو التحدي ولكن انت عديت المرحلة دي فما ترجعش طيب برج الميزان عندك كمان امورك المهنية عندك فيه ان متزيرينك فيه العمل هيكون عندك انهم بيتكلموا عنك كتير ولكن عندك اشخاص غيرانة غيرانة ان انت ازاي تكون متميز ان كتير ازاي بيتكلموا عنك يبقوا شايفينك ان انت القمة او او وكمان فيه حاجة تانية ان هيكون عندك فيه الوضع المهني عروض عروض قوية وعروض متميزة وشيء يعني قيم جدا جدا انك انت ممكن تقبله بس فكر كتير في العروض هل تنسبك ولا لا فكر فيه ان فيه شروط معينة هتنسبك ولا لا خاصة ان انت ما بتحبش حد يقيدك بموعيد او يقيدك بشيء فده ممكن انه هو في يوم يسير يعني استفزازك في حاجة فخلي بالك جدا جدا من الشروط والشروط اللي مش مكتوبة كمان لانك من النوع لتلتزم بعهد الكلام جدا فخلي بالك ان انت تقول كلمة وممكن غصبا عنك انك ترجع فيها متخليش فرحة العرض ممكن انه هي تخليك تروحها في دكا يعني عم تان الامور المادية الامور المادية انت عندك فيه فلوس جاية بس فيه فلوس بتروح عندك الشهر دي يمكن او الاسبوع ده كمان انت عندك يمكن اكتر الاسابيع اللي فيها μεصاريف الاسبوع الاول والتاني نص الاول يعني طيب عندك مصاريف كتيرة جدا جدا يا برج الميزان بس خلي بالك على مصاريفك فعلا يعني خلي بالك ما تبقاش مبذر طبعا انا محتاجة اقولي الكلام دا لنفسي اول واحدة بس عن متل فاحنا محتاجين فعلا ان احنا ما نكونش مبذرين محتاجين ان احنا نكون يعني شوف اولوياتك بس يعني الفترة زي لانك انت محتاج وضع مادي يكون حلو انت محتاج فلوس اصلا عندك حاجات مطالب بها بفلوس طيب برج الميزان الامور اللي ليها علاقة بالحياة بالنسبة لك على الفكرة الامور الدراسية انت عندك بداية حلوة او عندك انك انك كنت مثلا مغمل الدراسة بتاعتك لأ انت حاليا بقيت اللي هوها اكتر بقيت يعني بترجع وطبيعة الميزانيين انت بتهبط شوية ومرة واحدة تبقى شوعة لتنشاط نهبط شوية ومرة واحدة شوعة لتنشاط فعندنا دا طيب عندنا امورك العاطفية حوب 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 عندك فيه رومانسية عندك فيه اجواء عاطفية حلوة مع ان ممكن يكون انت عندك ضغط امور حياتية او ضغط مسبب لك ضغط نفسي ان دا بيأثر على العاطفة مطالب بحاجات كتير ممكن يكون نومك مش كافي جسمك مش مرتاح كويس فبالتالي لما بتسمع مثلا حد بيقولك كلمة حلوة شكرا او يعني حاجات زي كده احنا الرد بتاعنا بيكون لازيز جدا فبيبقى عندك الوضع العاطفي انت مش مش بدي اهتمام اوي بس انت فيه ابراج معينة مع برج الميزانة هتكون من اميز العلاقات العاطفية ودي لفترة مطولة معانا على فكرة يعني مش خلال الاسبوع دا بس لكن فيه مشادات اه ممكن تحصل اكيد ممكن يحصل دا خاصة ان احنا عندنا يعني فيه مواجهة كده شوية يعني عامة احنا مش عايز اتكلم في قصة القواكب لان فيه ناس بتقول لي ما ترغيش فيها عشان بتضيعك المهم يعني فعندك ان احنا فيه برضو صعوبات ممكن نلاقيها شدية في التعامل مخنوقين انه قمنا الدبين كلمتين فعندنا كده طيب عامة كمان امورك العاطفية فيه رجوع بشكل قوي الماضي عايز رجع لك جدا الحب بيزود علاقته وارتباطه به بالنسبة للمش مرتبطين فرص قوية جدا جدا الارتباط فرص حلوة فرص ممتعة هنعيش حب ورومانسيات حلوة على فكرة خلال الفترة اللي جاية طيب كمان برج الميزان وعلى فكرة عندك كمان خطوة بتتحول لزواج تحديد موعد زواج عندك دا وبداية لعلاقات عاطفية وبداية القصة جديدة وبداية قوية لبرج الميزان وفي امور كتير كمان غير العاطفة يعني بداية وظيفية عامة فعندك كمان بقى المواضيع الاجتماعية دي بقى لها كلام كتير المواضيع الاجتماعية بالنسبة لك او عندك اشخاص صدقات بتقوى عندك اشخاص او اقدر اقول انه هم كانوا ضدك كانوا شايفين ان انت مش حلو انت مش لطيف انت مش انت مغرور انت مش عارف ايه عارفين انتو احنا دايما برج الميزان اول حد اول اول تعامل مغرورين او الناس دي ومش حلوين كده يجوا يتعاملوا معاكم تاني مره او بعد كده يقولوا ايه ده احنا كنا ظلمينهم جدا ده هم احسن ده هم حلوين قوي ده هم مش عارف ايه فاحنا دايما الناس بتتخدع فينا في اول مرة فهيكون بالفعل انت عندك ده كتير هتقابله هتلاقى اشخاص حايزين يقربوا منك ويقول لك احنا ما كناش نعرف ان انت كويس كده احنا ما كناش نعرف ان انت مش عارف ايه فده لان بورج الميزان من صاريح زيادة فبالتالي بيبقى عنده الموضوع ده دايما فهيكون عندك اشخاص عايزين يرجعوا عايزين يقربوا عايزين يحسنوا علاقات عايزين ان هم يكونوا اصحاب قويين عندك بالنسبة للاهل كان عندك خلافات كتير لكن الخلافات دي هتبدأ ان هي تزول او انها تبتعد ولكن احرص لان انت عندك اشخاص هم عايزين يقربوا لك مش عشان حلوة عيونك او يعني عمتا يعني بس هم عايزين يقربوا عشان مصلحة عشان في حاجة في ايدك قوية عشان انت زكي عشان انت عندك القدرة على حلول في امور كتير فهم خسروا دماغك او خسروا تفكير او خسروا حاجة كبيرة ممكن يكونوا وقعوا بعد ما انت ابعدت عنهم فعندك فيه فيه مصلحة بس عندك اشخاص تانيين هم عايزين يرجعوا لك عشان مشتقن لك عشان حبينك عشان هم ما يعرفوش يعيشوا من غيرك فعندك برضو ده ده منحيس بقى صداقة منحيس وضع عائلي منحيس منحيس الحب والماضي فعندك فيه رجوع كله شكل النقطة عندك برضو يا برج الميزان في امورك الحياتية انت عندك شيء بتحضر ليه الشيء ده قايم جدا الشيء ده مميز قوي ومش حاجة واحدة برج الميزان انت مش بتحضر لحاجة واحدة انت بتحضر يمكن عندك من 3 ل 4 حاجات مهمين جدا جدا هتكون بتحضر لهم ويمكن انت حاليا بتبقى عارف منهم نقطة لكن في مرور الايام بتاعت الاسبوع الاول هتلاقي نفسك انك عايز كذا وكذا 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 وتبدأ ان انت شغل تحضر كتير جدا طب خلال الاسبوع الاول احنا محتاجين نخلي بالنا على صحتنا قوي نخلي بالنا من الاشبه بالعدوى كورونا برد محتاج كتير ان انت تكون عندك لمون لمون على شاي لمون سخن ان نشربه كده يعني لازم لازم تبقى عامل عندك حاجات دي كتير برتقال حاجات بقى اللي زي برتقال مش احنا بنقولها هنا بمصر برتقال مش عارفة ايه برتقال المهم يعني فلازم نخلي بالنا جدا جدا من الحاجات اللي تقوي عندنا المناعة اللي تكون فيها فيتامين سي اللي هو ان احنا نخلي بالنا من كورونا الاجراءات الكحول والكمامة وكل ده لازم نخلي بالنا بالو برج الميزان خلي بالك على صحتك يمكن هنتحسن صحيا بس الاسبوع الاول عندك بعض الارتباك والقلق الصحي ممكن يكون مش ليك ممكن يكون لحد قريب منك فكون حريص على صحة المقربين لك على فكرة برج الميزان انت عندك فيه مولود جديد او هتسمع خبر مولود جديد عندك فيه خلال الاسبوع الاول او كمان او كمان ممكن يكون ان انت عندك اصلا بيبي جديد فعندك علاقتك بالاولاد حلوة يعني انت عندك فيه الوضع العائلي ترابط عندك ما بينك وما بين اولادك فيه ترابط يا اما هيكون فيه بيبي جديد هتسمع ان فيه بيبي جديد فالف مبروك لكل برج الميزان برج الميزان باشكركم جدا بحبكم كتير جدا 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 بتمنى لكم كل الخير والسعادة والحب والهنة الهنة كله ما تنسوش اللايك والشارك في قناة تفعيل الجرس سلام